أسعد الأوقاتكم وعزائي المشاهدين الرياح خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه نعام راح تستمر ويانا لعدة أيام لهو الكوس راح يرجع بذن الله يوم اليمعة لكن من اليوم لليل يوم اليمعة بذن الله أجوانا مستقرة وحلوة اعتدال ملحوظ في الطقس خلال فترة النهار لكن البرودة موجودة ويانا خلال المساء وتكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر نتعرف على أجوانا أكثر حاليا أجوانا مشمسة فرص لعبور بعض السحب خلال الساعات القليلة المقبلة راح تكون موجودة ويانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرع بوجه نعام كحد أقصى تصل في سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة حاليا 19 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 20 درجة مئوية أجواء معتدلة الرطوبة النسبية 57% رؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر صور لقمار الصناعية تبين فرص عودة السحب مرة ثانية لكنها السحب غير مطيرة ورح تكون أجواءنا طبعا غائمة جزئيا بعض الشيء اللي وخلال الأيام القادمة لكنها أجواء مستقرة مع امتداد تأثير مرتفع جوي راح يستمر ويانا خلال هاليومين الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام شمالية غربية إلى شمالية بين الحين والآخر درجات الحرارة باردة نسبيا تتراوح ما بين 11 إلى 15 درجة مئوية في أغلب المناطق البحر راح يكون خفيفة إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم وباشر بذن الله في ساعة الصباح الأولى راح يكون من 1 إلى 4 قدم وسرعة الرياح راح تكون من ثمانية تقريبا إلى 32 كيلومتر في الساعة شمالية غربية أيضا إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 إلى 17 درجة مئوية في أغلب المناطق مع عبور لبعض السحب بين الحين والآخر خلال منتصف نهار يوم الغد أجواء معتدلة بذن الله تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 22 إلى 23 درجة في أغلب المناطق والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم وطبعا تتراجع الأمواج تدريجيا خلال مساء يوم الغد مع تراجع سرعة الرياح اللي راح تكون سرعتها من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة والبحر راح يكون أيضا خفيف إلى معتدل من 1 إلى 3 قدم مع عبور لبعض السحب وأجواء باردة نسبيا خلال المساء درجات الحرارة فيها تتراوح طبعا ما بين 12 إلى 16 درجة مئوية البحر من فترات الفساد المد الأول بذن الله راح تكون الساعة 41 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 4 و35 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 9 و35 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 9 و38 دقيقة مساء فتر هذه فساد البحر أول راح يكون من 1 إلى 4 قدم بعد ذلك من 1 إلى 3 قدم فاللي حب ينزل البحر فالأمور تمام Teams بذن الله الليلة راح يكون طبعا من واحد إلى خمسة قدم فباشر أيضا البحر راح يكون أفضل من اليوم المواقيت بذن الله أذان الفير راح يكون الساعة أربعة وثمانية وخمسين والشروق الساعة ست واثنين وعشرين والمغرب الساعة أربعة وتسعة واربعين دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعم اعتدال خلال فترة النهار برودة خلال فترة المساء وتكون ملحوظة أكثر في الفترات المتأخرة من الليل والفجر أجواء خريفية راح تستمر ويانا لعدة أيام مع عبور لبعض السحب باشر بدن الله الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من عشر إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة تتراجع شوي سرعتها خلال المساء 22 عظمى والصغرة 14 درجة مئوية 24 في يوم الخميس والصغرة 15 مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه مع عبور للسحب بين الحين والآخر الهواء تدريجيا يقلب إلى الكوس من نهاية يوم الخميس في يوم الجمعة درجة الحرارة ترتفع شوي وتكون حولة 25 درجة مئوية والسحب طبعا تبدأ تزايد تدريجيا وسرعة الرياح راح تكون من عشر إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة كوس إلى متقلب الاتجاه و 15 الصغرة بإذن الله في يوم الجمعة السحب تكون ملحوظة أكثر في يوم السفت تكون أجوانة شوي غائمة جزئيا والرياح جنوبية شرقية لمتقلبة الاتجاه 25 أضمى والصغرة 15 درجة مئوية في فرصة مطر ضعيفة في يوم السبت أو مع نهاية يوم السبت تحديدا مع قلبة الهواء إلى الشمال الغربي لكنها فرصة ضئيلة موجودة ويانا في يوم السبت لكن بوجه عام الأجواء مستقرة حتى يوم الأحد يقلب الهواء إلى شمال غربي ويكون شمال غربي إلى متقلب الاتجاه وسرعتها خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة 24 أضمى والصغرة 14 درجة مئوية أجواء معتدلة راح تستمر ويانا أعزائي المشاهدين من حيث درجات الحرارة لعدة أيام وأيضا الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام أجواء خريفية مستقرة ديروا بالكم الأجواء الباردة ملحوظة وموجودة ويانا نشطة الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم